زي ما قلت لكم منذ قليل انتهت مباراة باتشوكا وبوتا فوجو بفوز كبير لباتشوكا على بوتا فوجو بثلاث أهداف مقابل لشيء هدفين من الثلاثة سجلهم أسامة الإدريسي النجم المغربي وهذا النجم كان لاعب في نادي إشبلية الأسباني وانتخل منه إلى نادي باتشوكا المكسيكي وسمعت له حوار بعض المباراة قال انه سعيد انه هيلتقي مع النادي الأهلي وانه هيقابل زملائه المغربة وبيتكلم لغة عربية خالصة يعني وبطلاقة شديدة جدا خلاص أصبح الأمر انه الأهلي يوم السبت بإذن الله ساعة 8 قدام فريق باتشوكا المكسيكي باتشوكا اللي فايز بيجد دوري في المكسيك سبع مرات ولكونكا كاف ست مرات متأهل لكاس العالم للأندية خمس مرات قاسف مباراة الأهلي الساعة 7 مع باتشوكا متأسف عدد مرات تأهل لكاس العالم للأندية خمسة لقب كاس ديربي الأمريكاتين مرة عندهم رندون دا اللي كان بلعب عنده 20 هدف هدف الموسم الماضي والحالي أيضا مسجل 6 هدف مدربهم الماضى دا اللي كان معانا من كم يوم في لقاء على الهواء مباشرة هو رجواني ثلاث بطولات تسع لعبين أجانب اتنين من الأرجنتين اتنين من كلومبيا اتنين من إكوادور واحد من فنزولا واحد من مغرب واحد من أسبانيا باتشوكا الحقيقة من ضمن الفرق اللي لعبها الأهلي في كاس العالم الأندية اللي كان لعب خمس مباراة أمام الفرق المكسيكية فاز مرتين وخسر ثلاثة ولم يتعدل سجل 6 ثكن شباكه 12 مع باتشوكا احنا لعبناهم مرة واحدة خسرنا 4 اتنين حافظنا على نظافة شباكنا مرة واحدة أبو تريكا هو الهدف أمام الفرق المكسيكية مسجل هدفين عماد متعب ومحمد هاني هدف وأيضا هدف سجلوه في نفسهم بصناعة لأبو تريكا أخر لقاء لنا مع فريق مكسيكي كان مع منتري المكسيكي وكان الأهلي فاز بهدف مقابل لا شيء بهدف لمحمد هاني طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب التركيز لأنه أنت كمان بتلاعب ناس مركزة جدا مدرب بتكلم على أنه ما تكلمونيش على ريال مدريد تكلموني على النادي الأهلي كلموني على مواجهة صعبة أنا بنتظرها قدام النادي الأهلي تركزنا على مواجهة الأهلي عارفين أنه في قاعدة جماهرية الأجواء هتكون أفضل بكتير وحنستمتع بيها ونحن لا نفكر إلا في مباراة النادي الأهلي ونفس الأمر قاله أسامة الإدريسي نجم فريق باتشوكا المكسيكي الأمور ليست بالسهلة وليست بالصعبة قوي عشان أكون أمين يعني ما أنا كمان مش هضلمها قدام الناس بالعكس هأبدي كثيرا من التفاعل وأقول إن إحنا كتف بكتف يعني كل الاحترام طبعا للكرة المكسيكية لكن نقول كتف بكتف إن شاء الله مباراة صحيح صعبة فرقة النادي الأهلي هذه لقطات حصرية لفريق النادي الأهلي وهي هم دخلين الملعب عشان يتابعوا المباراة الجهاز الفني بالإداري بجميع اللعبين راحوا على الملعب في جو من السعادة لمتابعة اللقاء المباراة عايزة شغل المباراة عايزة مستل كولر ما ينامش يفضل بقى صاحي كده طول الوقت ومركز طول الوقت لأن إحنا قادرين بأمر الله إن شاء الله إن إحنا نقدم مباراة طيبة النتيجة عند الله سبحانه وتعالى لكن الفوز على باتشوكة إن شاء الله بياخدنا الأفاق بعيدة جدا بياخدنا السكة بعيدة جدا 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 خلينا ناخدها واحدة واحدة أنا كتنغمة وهلعب ريال مدريد لا مش هلعب ريال مدريد أنا كنا هلعب الفائز من بوتفوجه وباتشوكة دلوقتي بقى بتشوكة الناس اللي كانت زعلانا إن الأهلي يتأجلوا وماتش إمبي في الربطة وقال لك هو بوتفوجه بيلعب مباراة ومباراة قلنا الحاجة الوحيدة اللي هتكون عائق قدامهم إن هم لعبوا المباراة الأخيرة في الدوري ورجبوا الطيارة وخدوا مش وارجي خمستاشر ساعة وراحوا على الضوحة ويوم واحد ولعب اليوم اللي بعديه بين أسره التعب بتاع المباراة التعب بتاع الصفر التعب بعد عدم الراحة الساعة البيولوجية كل حاجات دي كلها في المقابل فرقة بتشوكة بقى لها أكتر من أسبوع في قطر قاعدين مرحرحين بيتمرنوا والدنيا ماشي هناك بشكل جيد مباراة متكافأة جدا تجمع ما بين الأهلي وبتشوكة المكسيكي هنتكلم فيها كتير وهنتكلم عليها كتير وبعد شوية اشتركوا في القناة